كما تطرقنا في الانترو دير هاد الفيديو هادا الان هادروع على الطعوم البلاستيكية الانواع ديلها و الاشكال ديلها و الاسمع ديلها بالاخص هقا نبدوه بالناس اللي 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 بغين يعرفوا بلس دانفورماشيون على هاد اللي هادو اللي هما قيتستعملوا بزاف 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 هما اللي بلي كونسومة في الموند انتهم هما اللي 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 صوبل نبدو باحد الاشكال اللي هما الكرياتور ولا الكرياتور اللي في الغالب هادو دي كولكسيون اللي هما جداد اشكال جداد ين خارجين دابا العناج ديلة و مدول اغلبية ديلة و مع الحساب الانيمانسيون دي لكل واحد واش كي بغير اعوبوا من التحتو لالفوق ولا فروس تحضرور شرح لكم ومع المساعدات التي يستخدمها كما ترون لكم هادا ستاللور سوبل هادا سوبل هادا واحد شكل اخر هادا واحد الاشكال اللي يكونون حاليا في السوق اللي يخدمين مزيان يتمشون اخبوان كاملين يعرفوهم بيان سر ندزول مثلا البرقل هادا ستان فيرقل شوية كبير اغلبين الاخوان عارفين البرقل صرتو الناس القدام اللي يصيدو على البلاق بحيط في واحد الوقت ما كانوش الماتريال ما كانوش هادا كامل كانو غالي فيرقل ولي رابا لنغمو الان دبا الحمد لله بفضل الاخوان وفضل المجهودة ديال الباعة ديال معدة الصيد يجبوين الجديد ويجبوين الجميع الانواع ديال الطعوم والحمد لله هادا كما قلنا هادا ستان ستان بيرقل هادا ستان سوين بيت هو عبارة عن سمكة مع جوار ديالها كودال ديالها كتجي كتعمك بحل شيحوتها هادا عبتاني على حسب لانيماتيون ديال كل واحد لانيماتيون ديال كل واحد هادا ستان ترقل في احد دروس ديالنا هادا فلك ستان فلوك اللي هو ستان وورمد نعتبره وورمد كي تستعمل بزاف هاد الشكلات بالاخاص كي تستعمل في الدروب شوت الدروب شوت بزاف والويتلس لانيماتيون دياله هاد الشكلات هاد احد الطعوم اللي كان ستعملوها في الدروب شوت اللي هو ستان وورمد ولكن ان وورمد تقوم بزاف هاد الشكلات نشرح لكم من بعد في احد الدروس كيفاش تفرق ما بين ان لور ولا ان وورمد الدروب شوت وان لور ديال ان لور ديال العادي دابان دوزل دوزل طعم ليه هو معروف عند الاخوان كاملين هو الوورمد الوورمد الترديسيونال اللي عند الاخوان كاملين اللي عارفينه ما بينش شي صياد ما تلقاش عنده هدف البوض دياله حيتش انا تعرفت عليه صراحة تعرفت عليه على طريق احد اصدقاء هديزي واحدة ما تقريبا واحد سبع سنوات تقريبا تعرفت عليه عند واحد اصدقاء سنوات كان عنده في البوض دياله فادلوقت هدي مكنش مكنوش هدي وقاع عندنا هنا في المغرب مكنوش نهائيا مكنش قلتش واحد كي سيد بيهم واحد صديق من عندنا في جديدة جابهم خدهم الاخوان خديته سيد بيع جبني تبليد به الاخوان كاملين عارفينه ما تقريبا تعرفت عليه هذا هو مغربه 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 قطوه مغربه 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 في واحد الفيديوهات احضب كيف اشتركض مغربه في كل مغربه بلا ما تخسروا لي لاناج دياله و بلا ما تزيدوا لي واحد اشي قميمة في الداخل حيث اش ايلا تزيدوا لي قميمة كي تقيل كتر اكتر في احد الفيديوهات انا شرحو لكم كيفاش تردوا تقل باش تصلوا الى ديستانس ليها طويلة سيرتوا في الاسبوت اللي هو مسعب تصيد فيه مقرب معك يكون المقليل قد يتشحط شوية الداخل تابعونا في الفيديوهات ديالنا و تابعونا في الفيديوهات ديالنا هكا غادي تتعرفوا المزيد و تتعرفوا بلس دانفورماتيون على هاد الوتيب سيرتوا الدرال اللي عزيز عليهم بسيرتوا بالوتيب هاو هادا احد الاشكال من الاشكال ديالهم هادا ستان سمين بيت وسي ستان شاد هاو بتي شاد هادو كاملين ديالر اللي هو ما افيكاس اعطاهم فعول ديالهم ثلاثة سنوات هادي او تابعونا في الفيديوهات ديالنا هاو هيا اللي لير دير ولا لير أبالا هكا نشرح لكم على التكنيك مش اللي تكنيك ولكن اللي لير الكاركتريستيك ديالهم القرامج ديالهم اشتركوا في القناة